تهديد واضح لكل من يطالب براتبه ظهر ذلك في كتابات الناشطين التابعين للميليشيا الحوثية وذبابها الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تهديد وضرب تعرض لها عدد من الكتاب والنشطاء المساندين لمطالب صرف الرواتب الموظفين المنقطعة منذ سبعة عوام وبالتزاون مع دخول إضراب المعلمين الشهر الثاني نفذت الميليشيا حملة بدأت بالاعتداء على الصحفيين وامتدت إلى تهديد أحد النواب بالقتل وتهديد أربعة آخرين بالعقاب مع تصاعد مطالبات الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة بالرواتب هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهسيري التي أصابت الميليشيا الحوثية جراء تنامي الغضب الشعبي وارتفاع الأصوات المنددة بالسمرار نهبها الإرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين وسياسات الإفقار والتجويع وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها ولم تكتفي الميليشيا الحوثية عند هذا الحد بل واصلت التهديد بإحلال نحو 36 ألف شخص من عناصرها بدلا عن المعلمين والمعلمات الذين يواصلون إضرابهم للشهر الثاني على التوالي مطالبين بصرف مرتباتهم وأوضحت المصادر أن الميليشيا بصدد استكمال عملية إحلال قرابة 20 ألف عنصر آخرين بدلا عن موظفين حكوميين جلهم من المعلمين وذلك قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على آلية صرف رواتب الموظفين المتأخرة وانتظام عملية الصرف وأشار إلى أن ما يسمى المكتب التربوي الحوثي أشرف على تثبيت دفعتين من عناصره بلغ عددهم 35 ألفا خلال العامين الأخيرين في المدارس العامة بحجة تغطية العجز في الكادر التعليمي بعد فرار الآلاف من المعلمين من مناطق الميليشيا ولجأوا آخر للعمل في مهن أخرى بعد توقف مرتباتهم ترجمة نانسي قنقر